دكتور شرفدين أسئلة سريعة. كيف شفت حضرتك كوزير بالحكومة اللبنانية مناورة التي عملها حزب الله بعرمتها 100 عامين؟ هو أخبر بالتوقيت. ما هو الجدوى منه؟ ما هو الرسالة يجري أن يوصلها للعدو الإسرائيلي؟ هل أؤمن يتأكد أن هناك توازن؟ وبالتالي لا يغلطوا معنا كما كانوا يستبيعهم؟ هناك بعض القوى الداخلية والأحزاب. هناك أيضا رسائل إلى الداخل اليوم بتوقيته. هناك أيضا بعد الترسيم الذي حصل البحر بالجنوب. ما داعي اليوم إلى هذه المناورة؟ اليوم لبنان لديه مطالب. استرجاع مزارع شبعة. القرى السبع. الفئة المحتلة من الغجر. وأنا سبق وتحدثت مع السفيرة الأمريكية. أنه رجعوا لنا هذا. أعطونا ضمانات من حليفتكم إسرائيل. لأنهم لا يتعدوا لنا بحراً وبراً وجواً. ساعتها. بحراً صار في ترسيم. أحكي عن الغارات البسير واستباحة الأجوات لضرب سوريا. بلغت أن هذا أمنولنا هنا. ساعتها تشوفي أنه موضوع سلاح حزب الله. لا يوجد كثير أهداف بعيدة للمدى. طبعاً. بعدين حتى حكيت معها بموضوع كثير حساس. أنه لما جايشين يحتربوا. وما يصل لنتيجة عمدى أربين خمسين سنة. بيجسوا على الطاول ويتفاوضوا. تفضلي. تفاوضوا مع الدولة إيرانية. وتفاوضوا مع حزب الله. عبر ناس. يكونوا حلقة وسط. لأنوا تدعيات هذه الحرب التي حصلت. ندفع تمنها كشعب لبناني. وهذا الحصار العاملين على لبنان. وعلى سوريا حصار قانون القيصر. تدعياته. ليس على حزب الله. حزب الله لا ضعف. حزب الله قوي. ضعفوا شعب اللبناني. فضلوا تفاوضوا. تطرحوا مضبوط. ولكنها أكبر من مسؤوليتي. تطرحوا مني. رأيك في حصار أمريكي على البلد؟ طبعا حصار اقتصادي. ما كان هذا الذي حدث؟ هذا إفقار للبلد. وهذا الحديث ليس من عندك. هذا الحديث من عندك. مبعوث الأممي. مبعوث الأممي للفخر وحقوق الإنسان. زارت 18 مزارة. لكن كيف حصار حضرت الوزير؟ إذا نحن نقدر نجيب اللي بدنا يمن من بره. كيف يكون هناك حصار أمريكي؟ الحصار الأمريكي. يفرض بشكل طريقة غير مباشرة. على المسؤولين في لبنان. أنه لا يفعلوا اقتصادنا. وأنا أريد أن أعطيك أمثل. اليوم في وزارة المالية. هل يمكنك أن تعطيني مبرر؟ لماذا لا يوجد طوابع؟ طابع الألف. لكن ما أمريكا؟ ليس في شكل مباشر. هناك خطة تنرسم. هناك أجندة تنعمل. بلتزم فيها المسؤول. رسم طابع أعطيك شغلة شعبية بسيطة. طابع الألف تشريد خمسين ألف. تسعة واربين ألف للوسيط. وثمينمائة ليرة للدولة. لماذا لا تطبعوا ملايين الطوابع. وتستفيدوا وتعاوموا. وتعملوا حتى طابع إداري. اللي هنم عطرين بالقطاع العام. حكيت كنت عم تقول لي. بدك تحكي عن الضريبة. على الضريبة التضامن الاجتماعي. بس بدي أحكي لك بعد عن موضوع سياسة الفقار اللي صارة. موضوع الباسبورات. اللي كان بيدخل 12 مليون دولار خلال شهر. يمكنك حتى نحل. لا نحل الأزمة بعدها موجودة. اشتركوا في القناة.